عقد اجتماع موسع لقطاعات الصحة والزراعة والتربية والبيئة والأسماك والمياه والصرف الصحي برئاسة محافظة محافظة أبين الواء الركن أبو بكر حسين سالم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ناقش الاجتماع والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واستعرض الاجتماع الخطط والإجراءات الصحية والنظافة وعمليات التنسيق المشترك بين مكتبي الإعلام والأوقاف الإرشاد لتوعية المواطنين على نطاق واسع من الخطورة التي يشكلها هذا الوباء على حياة الناس وفي اللقاء أكد المحافظ في كلمة توجيهية بضرورة رفع درجة الاستعداد والخطوات الاحترازية العالية ومنها تجهيز مدرسة كمحجر صحي وتنفيذ حملة نظافة شاملة ورش ضبابي كما وجه المحافظة المواطنين بالبقاء في منازلهم كضرورة للحفاظ على صحتهم كما وجه المحافظة جميع المؤسسات الصحية العاملة في المحافظة برفع جهزيتها القصوى تحسبا لأي طالع وكلف الاجتماع ومدير عام مكتب الإعلام الدكتور ياسر باعزف مثلا لأبيان في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية شاملة لمجابهة ويروس كورونا ترجمة نانسي قنقر